السلام عليكم. سلام. وعليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة والآبار عامل ايه? تمام يا دكتور احمن. والله ما انت اسئلة بالتخذية بس ازا الواحد بده يصح شو بيعمل? والله ازا الواحد بده يصح في البداية لابد ان احنا نعرف ما هي طبيعة جسم الشخص اللي بده يصح. هل هناك سبب مرضي للنحافة اللي موجودة عنده ولا لا. لا لا. اتيها دوام دوام. انا طبيعة جسمية انه بتطور لصاح بس ده غريب انحافة عارفتشو? يعني انت اصلا يعني انت جسمك كويس وبينحف في فترة معينة قريبا مسلا يعني مسلا في فترة شهر لايتي نفسك نزلتي مرة واحدة? او مش عارفة سبب ان حافة اللي حصل عندنا ايه? لا ما هيك الفكرة. الفكرة انه كيف بدي يقول لك يعني ازا بدي صح مسلا ان شاء الله كيليين بضلني شهر لصحهم. ازا بدي انحاف مسلا كيليين بتقريبا الخمس ستة يوم كون نازلتو. ما عارفتشو يعني قابل للنحافة اكتر من الصحة هيك. وهي الشغلة بكرهها يعني. انا بتعب لصح اه بزعلي صغيري بنحاف كل شي طب في يعني. طب انتي قلت المشكلة وقلت حلها يعني انت عارفة اني اساس المشكلة اللي موجودة عندنا اني احنا شوية شوية احدة امس لعنها. اه ما بدي لحدة. لا اه بص وليك حتى انة الكلام اللي انا قولي في غايات الهمية عايزك تركزك كويس ابو. ان مفيش مفيش حد هخش جواك وهيشغل مفتاح الزعل غيرك انت. يعني مفيش حد هكش جواك وهيشغل مفتاح العصبية غيرك انت. يعني اه ليه ليه محد مسلا بيقول انا مسلا دلوقتي واحد جاي لي وقال لي يا احمر مسلا او قال لي حاجة اه تدايقني او قال لي حاجة مثلا .. فيه اه.. مش فيه بس ذاة لناس معينة ، أو عامل حاجة معينة źي ؟ انا بالخ principal الواس نسى انا باخد من المشاكل انا باخد خمال حقيقي من يدع عراقل ، فعلاح التشيد الواس نسى رأي الناس في لا يدل علي ولم يدل علي ان شخص نفسه ما يدري من البيت الم witnesses اذن اعلم ب ففكرت هي انрет.... انا بالتشيد عنده مجددا الأجل بيكتب تحت حاجة من يحيط فيها ويخليها سعيدة عشان تتعد مش فهم حاجة. المهم. اه 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 اسمع بقى الكلام اللي انا بقولولك ده ما هو لازم برضو الحالة نفسها لها دور كبير جدا في الهلاج ناس مفكرة ان الدواء هو فقط الناس مفكرة ان الدواء ان انا هكتبلك الرشيتة دلوقتي هنا مسلا هو خلاص يعني خلاص كتابت الرشيتة خلاص. لما موضوع مش موضوع مش موضوع كتابة رشيتة يا جماعة. لازم احنا بنهزر بس يا دوبة ماشي عم هزر براحتك عم واضحك عم فرفش كده. وخلي البنت لاي حد بيزعلها ده تفرفش كده معا ربنا اهدي. المهم. المهم اللي انا بس عايز اقولك بشكل كوي جدا ان رأي الناس فيه لا يدل علي ولن يدل علي ولم يدل علي. اه يدل على الشخص نفسه. فما بيعبرش عني. فانا 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 مش عايز فكرة ان انا اخد على خطري. طيب ليه انا اععد مع ناس اصلا بيضايقوني مسلا او ليه انا اععد مع ناس بيزعلوني. ليه مامسحش كل الناس اللي عاملالي اه ضغط نفسي من حياتي? ليه انا سايبهم حتى الان. حاجة الكلام اللي انا بقولك ده في الطب. يعني الكلام اللي انا بقولك ده في الطب. هتقول لي ازاي ما تسألنيش ازاي هابا فاهمك بعدك. اه اه اكيد ما بقوله. اه الزعل والحالة النفسية السيئة والقلق والتوتر النفس بيفرز هرمون اسمه هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول ده ما يتواجد بشكل مبالغ فيه بتوبها دافعة قوي جداً يحصل ممكن يحصل اضطرابات ويكياني الجسم بتاعنا ما يقدرش يشتغل بفعالية في ظل حالة من التوتر والحالة النفسية السيئة والزعل والتوتر والقلق النفسي